النسيج العضلي أحد أنواع الأنسجة المتخصصة الموجودة في الجسم والذي يشكل حوالي 40% من وزن الجسم يتكون النسيج العضلي من ألياف من الخلايا العضلية التي تجتمع بشكل شرائح وألياف وتنتشر بينها مجموعة من الأوعية الدموية لتغذية النسيج من جهة وتنظيم عمله من جهة أخرى وأمتاز هذا النسيج بقدرته على الانقباض والانبساط الذي يؤدي إلى تطبيق قوة على مختلف أجزاء الجسم والسؤال الآن هل النسيج العضلي واحد في مختلف أجزاء الجسم؟ الإجابة لا حيث يوجد عدة أنماط للعضلات تابعاً لاستخدامها وهي كالتالي أولاً النسيج العضلي الهيكلي سمي بهذا الاسم نظراً لمساعدته في تحريك أجزاء هيكلية من الجسم كالذرعين أو الرجلين ويعرف أيضاً بالنسيج الإرادي لأنه يستطيع الانقباض والانبساط حسب إرادة الكائن الحي وهو عبارة عن شرائط عالية التنظيم من الميوزين والأكتين وبروتينات أخرى وهذا التنظيم في تركيبه يسمح للعضلة بالتقلص سريعاً وأيضاً بالارتخاء سريعاً ثانياً النسيج العضلي القلبي وهو نسيج لا إرادي يوجد في جدار القلب فقط ويختلف عن النوع السابق في وجود تخططات معقدة ومتفرعة والتي تحدث بسبب اتصال الخلايا العضلية القلبية بعضها ببعض وذلك بواسطة ما يسمى بالأقراص المقحمة والتي تؤمن تقلص العضلة القلبية كوحدة واحدة ما يسمح بتقلص سريع متناغم يساعد على ضخ الدم ثالثاً النسيج العضلي الأملس وعلى عكس النوعين الأول والثاني لا يملك النسيج الأملس أي تخططات لأن ألياف الأكتين والميوزين ليست بدرجة التنظيم الموجودة في باقي النماذج وعليه فتكون التقلصات بطيئة ومستمرة أما عن مكانه فيوجد في مناطق مختلفة من الجسم كما في عضلات القناة الهضمية وجدر الأوعية الدموية والمثانة البولية وقنوات الغدد ولهذا يصنف هذا النوع من الأنسجة اللا إرادية